انا رجعت مبارح من زيارة كنت في سوريا كنت في اقصى الشمال في منطقة الجزيرة وصلت الى حدود تركية وتكلمت في ثلاثة كنائس في الملكية في الحسكة وفي القامشلو وطبعا لما كنت في الحسكة ابونا الكنيسة طبعا مدربة بالرصاص وتكسر الززاج والشارع نفسه حاطين امامه زي نوع من الحصون فعلا مثل حصون اكياس الرمل والبراميل للحماية فعلا انا حسيت وانا بتكلم كأنه موجود في جبهة حرب واغلب المسيحيين طبعا طلعوا من البلد وكثير طبعا لكن انا شفت برضو كمان المحبة والتعاون بين الاكراد اللي استقبلونا استقبال حار جدا وطبعا المسيحيين في هذه المنطقة والرب تمجد والرب بارك جدا في هذه الكنيس وبتذكر الكلمات اللي في انجيل لوقة أن نعبد الرب الهنا بلا خوف بلا خوف يعني احساس صعب جدا انه الناس في الشرق الاوسط على الاقل في المناطق اللي كنت فيها في سوريا انه راحين على الكنيسة ومش عارفين شو اللي راح يسير يعني ممكن اي ارهابة في اي لحظة يدخلوا نفس الشي عم بتكرروا كمان في مصر اكيد يعني الاقباط او المسيحيين عايشين في خطر طول الوقت ومع ذلك في منتهى القوة ومنتهى المحبة للكنيسة وللعبادة وللإيمان ونهضات روحية واجتماعات الصلاة يعني دي حاجة الحقيقة تفرحنا يعني وتقوي إيماننا احنا كلنا اشتركوا في القناة